أعلنت شركة أبل أنه ليمتلك جهاز الآيفون 7 ويعاني من مشكلة لا توجد خدمة في مكان الشبكة بالأعلى الأجهزة المباعة بين سبتمبر 2016 إلى فبراير 2018 سواء كان الجهاز من الصين أو هونغ كونغ أو أحد الدول اللي مكتوبة هنا كل اللي عليك تسويه بتتوجه إلى هذا الرابط وبعدها بتشوف إذا كان موديل جهازك أحد هذه الأربع موديلات فإن برنامج أبل للاستبدال المجاني يشملك وبكل الحالات إذا كان موديل جهازك أحد هذه الموديلات أم لا فتوجه إلى أحد فروع شركة أبل أو أي وكيل في بلدك كذلك أعلنت شركة أبل للي يمتلك جهازه 6S أو 6S Plus ويعاني من مشكلة إطفاء الجهاز بشكل مفاجئ في الفترة المباع فيها الجهاز من أكتوبر 2018 حتى أغسطس 2019 كل عليك تسويه إنك تنسخ الرقم التسلسلي لجهازك وتتوجه إلى هذه الصفحة وتضعه في هذا المستطيل إذا جاك باللون الأحمر كلام بعدها معناه إما ما يشملك الضمان أو ما تشملك المشكلة الخاضعة للبرنامج أما لو جاك كلام باللون الأخضر توجه إلى أحد فروع أبل أو أحد الوكلاء وأيضا بكل الحالات إذا كنت تعاني من أي مشكلة توجه إلى فرع أبل في بلدك أو أحد الوكلاء المعتمدين توجه إلى دون크� مسلسلي خاصği أبدا في الحظة